رحب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع عبدالقادر قوري بقرار رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء دوان للمنتجات الصحراوية حيث اعتبره خطوة لتشجيع المنتج المحلي وجاء هذا خلال زيارة إلى ولاية ميلا إلى التقى الشركاء والمستثمرين المحليين التغطية كانت لمراسلنا صوفيا ربعون ما المفروض كل الناس لاستهلاك المنتج المحلي ما المفروض كذلك الحكومة تحضر قائمة لبعض المواد لمنع استيرادها كذلك لعاملة نزيف في الخزينة العمومية إلى غير ذلك علينا وعلى كل من نحن طرف كغيرنا طرف كغيرنا مسؤولون على النهوض بهذا القطاع والحمد لله اليوم من مطالبة هذه والنضالة تعنا وصلنا إلى اليوم رئيس الجمهورية أمر بتفعيل هذا الديوان الوطني المجهورية الفلاحية أو الديوان الوطني الفلاحة الصحراوية ترجمة نانسي قنقر